أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن دولة الإمارات حريصة على توسيع أطر الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية بما يضمن بناء اقتصاد متنوع ومستدام يحفز كافة قطاعاته على النمو بما فيها الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي الذي يأتي ضمن الأولويات التي توليها القيادة الرشيدة كل الاهتمام كركيزة من ركائز التنمية المستدامة جاء ذلك خلال افتتاح سموها اليوم المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماع الزراعي في منطقة الروية الثانية في دبي وأشار سموه إلى المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال الابتكار الزراعي والهادفة إلى مضاعفة الاستثمار في الزراعات الذكية وابتكار النظم الغذائية والدعمها عالميا والعمل مع الشركاء وتعزيز الأمن الغذائي العالمي والحد من تداعيات التغيرات المناخية وكذلك توحيد الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة لتطوير قطاع الزراع حول العالم مثنيا على جهود الهيئة وأثرها في تعزيز أهداف الأمن الغذائي في العالم العربي